مستمرون معكم مشاهدين الكرام في تغطية قمة جدة للأمن والتنمية والتي قال في افتتاحها ولي العادة السعودية الأمير محمد بن سلمان بأنها تأتي في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات مصيرية كما أيضا قال بأن هذه القمة تستدعي مواجهة هذه التحديات تعزيز التعاون والتحالفات في الشرق الأوسط استراتيجية الرئيس الأمريكي وتقوم على خمس مبادئ أولها كما قال إن الولايات المتحدة ستعزز الشركات مع الدول التي تدعم النظام الدولي القائم على القواعد فيما ستحرص الولايات المتحدة على أن هذه الدول يمكن أن تدافع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية ثانيا وفق بايدن فإن الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الخارجية بفرض تهديدات على الملاحة والمضائق البحرية بما في ذلك مضيق هرمز ومضيق باب المندب مضيفا أن حرية تضافق التجارة في الشرق الأوسط أمر لغن عنه للاقتصاد العالمي ثالثا يقول الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة والجانب ردع التهديدات ستعمل على خفض التوترات وخفض النزاعات أينما كان ذلك ممكنا مشيرا إلى التزام واشنطن بعدم حصول طهران على سلاح نووي وبشأن المبدأ الرابع يقول بايدن إن الولايات المتحدة ستعزز من التعاون الاقتصادي والعسكري وتعاون في مجالات أخرى مع دول المنطقة مع احترام خياراتها السيادية وبخصوص المبدأ الخامس والأخير يقول بايدن إن الولايات المتحدة تدعم حقوق الإنسان مشددا على أن ذلك جزء أساسي من دورها قال ولي العادة السعودية الأمير محمد بن سلمان في افتتاح قمة التنمية والمناخ بأن تأتي في الوقت الذي يواجه فيه العالم والمنطقات تحديات مصيرية كبرى تستدعي مواجهتها إن اجتماعنا اليوم يأتي في الوقت الذي تواجه في منطقتنا والعالم تحديات مصيرية كبرى تستدعي مواجهتها تكثيف التعاون المشترك في إطار مبادئ مثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام استقلالها وسلامة أراضيها ونأمل أن تأسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والأولايات الأمريكية لخدمة مصالحنا مشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أن التحديات الكبرى التي تعرضها العالم مؤخرا بسبب جائحة كوفيد 19 والأوضاع الجيوسياسية تستدعي مزيدا من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي كما أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حاليا وعلى رأسها تغير ملاخي وعزم المجتمع الدولي على نبقاء درجات حرارة الأرض وفقا لمستويات التي حددتها التفاقية باريس تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة ولي العادي السعودية الأمير محمد بن سلمان دعا إيران إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزءا من هذه الرؤية وذلك من خلال الالتزام بشرعية الدولية وعدم تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وندعو إيران باعتبارها دولة جارة يربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية إلى التعاون مع دول منطقة لتكون جزء من هذه الرؤية من خلال التزام بالمادة الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون مع المكانة الدولية للطلاقة الذرية والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن وامتداداً لرؤية المملكة الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة فقد دعمت جميع الجهود الرامية لوصول حل سياسي يمني يمني وفقاً لمرجعيات الثلاث كما بذلت مملكة مساعية لتثبيت الهدن الحالية وسوف الاستمر في تقديم مساعدة إنسانية للشعب اليمني الشقيق ولأؤكد أن ازدهار المنطقة ورخاها يطلب في الإسراء في إيجاد حل شامل وعادل القضية الفلسطينية وفقاً لمبادرات وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية استركوا في قناة السرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا هاني الحجازي